نوع الثالث من أنواع الخبر هو الجملة الإسمية شو يعني الجملة إسمية مكون مبتدأ وخبر الاختراعات نتائجها مثمرة لاحظ كلمة نتائجها هل تم المعنى الاختراعات نتائجها ما تم المعنى طب الاختراعات مبتدأ ولكنه مبتدأ أول هذا المبتدأ الأول في داخل ضمير عائد في المبتدأ الثاني في ضمير عائد على المبتدأ الأول فمبتدأ رقم ثمين وخبره من المبتدأ الثاني هذه الجملة الإسمية باللون الأحمر كلها في محر رفع خبر المبتدأ الأول إذن الاختراعات مبتدأ أول نتائج مبتدأ ثاني مثمرة خبر المبتدأ الثاني الجملة اسمي مبتدأ الثاني وخبره في محرف خبر المبتدأ الأول فالطالب لازم يكون مأخذ هذه النقطة بمنتهى الأهمية إذن أنا أمامي ماذا مبتدأ وخبر ثانيان إذن هذا مبتدأ ثاني خبر المبتدأ الثاني والجملة اسمية كاملة مبتدأ الثاني وخبره في محرف خبر المبتدأ الأول هذه النقطة المهمة جدا حين نشوف التمر اللي رصوص عسلام وصاك أنك توكل سبع تمرات الصبح لأنه تعطيك من الطاقة والمعادن والفوائد الكثيرة من الفيتامينات وهي أكبر وقود للعقل يا صديقي فالتمر فوائده جمع التمر فوائد هل تم بالمعنى ما تم فالتمر مبتدأ أول فوائد مبتدأ ثاني يوجد داخل ضمير عائد عن المبتدأ الأول وجمة خبر المبتدأ الثاني خبر المبتدأ الثاني والجملة الاسمية مبتدأ الثاني وخبره في محر رفع خبر المبتدأ الأول إذا لاحظ في داخل ضمير عائد لاحظ في ضمير العائد على المبتدأ الأول هذا نقطة مهمة جدا نازم يخذها الطالب بعين اعتبار الامتحانات وقتها مناسب الرياضيات فروعها كثيرة هذه الصورة طيب إذا فهمنا أنه أول نوع اسمه خبر مفرد كلمة واحدة لا جملة ولا شبه جملة والنوع الثاني جملة فعنية مكونة من فعل مع فاعل الرحمن علم القرآن نوع الثالث جملة اسمية مكونة من مبتدأ ثاني وخبر المبتدأ الثاني كلهم مع بعض اثنين خبر الجملة الاسمية فيما حرف خبر المبتدأ الأول طيب شبه جملة جار ومجرور الوطن في سويداء القلب وطننا الأردن ما نحميه بسويداء قلوبنا إذا انتبع جيدا الوطن مبتدأ مرفوع المطرف والضمي في حرف جار سويداء اسم مجرور وشبه الجملة من الجار والمجرور فيما حرف خبر المبتدأ الأول نذكر حرف الجر من إلى عن على بفيريكا من إلى عن على بفيريكا جوارها اسم مجرور وتنبه المعنى العلم في الصغر ما باله كالنقش على الحجر فالعلم مبتدأ ما قاله العلم في الصغر كالنقش الكاف حرف جار النقش اسم مجرور شبه الجملة جار ومجرور فيما حرف خبر المبتدأ الأول المبتدأ عفوا طيب نشوف مع بعض شبه الجملة الظرفية مكونة من ظرف زائد مضاف إليه مكونة من ظرف زائد مضاف إليه ذكر هذا الأمر يلا نشوف أنه إياك الوالدان فوق الرأس والعين الوالدان مبتدأ مرفوع عنك رفعه الضمة صح خطأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى فوق ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف الرأس مضاف إليه وشبه الجملة الظرفية من الظرف ومضاف إليه في محل جر في محل رفع خبر مبتدأ الوالدان إذن الوالدان مبتدأ وأنا هذه الشبه الجملة في محل رفع خبر محل رفع خبر بهذا الصورة يلا الاتفاقية تحت المراجعة الدقيقة الاتفاقية بين أي طرفين يجب أن تبقى تحت مراجعة اتفاقية مبتدأ مرفوع عنك رفعه الضمة تحت ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف مراجعة مضاف إليه شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر المبتدأ المراجعة الدقيقة الدقيقة الآن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر